صعد فريق الجليل للمرة الثالثة بتاريخه لدور المحترفين لكرة القدم بعد فوزه على السرحان بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على أستاذ الأمير محمد بالزرقاء ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور الدرجة الأولى وسجل هدفي اللقاء اللاعبان وليد الدرايسي وليث مقابله هذا وكان الجليل بحاجة لنقطتين فقط من لقائيه المتبقيين ليحسم صعوده لدور المحترفين بعدما رفع رصيده إلى ثمان وعشرين نقطة وكان الجليل قد استفاد من قرار لجنة الاستناف في اتحاد كرة القدم الذي اعتبرته فائزا على اتحاد الرمثة وبلعمة ليحصل بذلك على خمس نقاط وضعته في صدارة الترتيب يلتقي في هذه اللحظات الأهلي مع نظيره الوحدات في ثالث لقاءات من سلسلة نهاء الدور الممتاز لكرة السلة وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا اللقاء ننتقل لمراسلنا حسام نصار من محيط صالة الامير حمزة في مدينة الحسين للشباب اهلا بك حسام كيف هي نتيجة اللقاء وهل اقترب الاهلي من حسم اللقب تحياتي زميل محمد الاهلي لم يقترب من حسب اللقب بل حسبه بشكل رسمي قبل ثواني فقط انتهت المواجهة الثالثة بين الوحدات والاهلي في سلسلة نهائي دور كرة السلة المبراء كانت دراماتيكية جدا حسم الاهلي اللقاء بنتيجة 77 نقطة مقابل 73 الاهلي الربع الأخير كان في قمة الإثارة والندية بين الفريقين الوحدات كانوا متقدما لكن الاهلي بفضل خبرة لاعبيه تمكن من تعديل النتيجة والتقدم في الثواني الأخيرة من هذه المواجهة ليضمن بذلك الاهلي التتويج رسميا بلقب دوري كرة السلة لموسم 2020 ليضاف أيضا إلى لقب كأس الأردن الذي حسمه قبل هذه البطولة كما تحدثت لك زميل محمد الأجواء كانت أكثر من رائعة أكثر من ندية فيها كبيرة بين الفريقين كان ينقصها شيء وحيد فقط وهو الحضور الجماهيري كما نعلم الموسم الماضي الوحدات هو من حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه في مباريات كانت أكثر من رائعة بالحضور الجماهيري لكن بسبب جائحة كورونا وبروتوكول المعتمد لدى اتحاد كرة السلة منع حضور أي من جمهور الأفريقين نبارك لنادي الأهلي هذا اللقب نقول هارد لك لنادي الوحدات كان موسم أكثر من رائع لكرة السلة الأردنية نشكر اتحاد كرة السلة للأمانة لقامة هذا الموسم وبالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الرياضة الأردنية وبالتحديد كرة السلة لأنه استطاع أن يقيم بطولة كاس الأردن وبطولة الدوري التي كما أسلفت حسمات للنادي الأهلي بشكل عام وبشكل سريع زميني محمد عمر كانت هذه الأجوال اللي لدي هنا من محيط صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية لمتابعة نهائي كرة السلة بين الوحدات والأهلي من محيط صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مرسلنا حسام نصار كنت معنا شكرا جزيلا لك